موسيقى السلام عليكم النهاردة ان شاء الله حنتكلم على الأورليستات الأورليستات بيسمى pancreatic and gastric lipase inhibitor هذا الانزيم مسؤول عن absorption of fats of lipids علشان تدخل الى داخل الجسم من الانتستين اللي بيحصل ان هاذا الدراج بيوقف هذا الانزيم ناس بتقول partially وناس بتقول completely اخر الدراسات والابحاث اثبتت ان الدراج ده ممكن يعمل على ايقاف امتصاص تلت الدهون الجسم ممكن ان هو يحصل عليها من المهم في إلاجنا الأورليستات انه يستمر هو او اي حاجة تانية ممكن نستخدمها للأورليستي لمدة 12 اسبوع ثلاث شهور مستمرين ونبدأ نشوف هل البادي ماس اندكس نزل ولا لا من اهم الحاجات اللي مفروض نقولها المريض الابيزتي اللي بياخد أورليستات ان علاجه اللي بياخده ممكن يقلله امتصاص الفاتسوليبل فيتامينز اللي هما كده كي اي دي اي تحديدا فيتامين دي عشان كده لو مرضنا لسبب من الاسباب زي ما قلنا هيستمر على العلاج اكتر من شهرين يفضل انه ياخد فيتامين دي سابليمت او فيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين كي سابليمت من بره خارجي ويكون فيه بينهم كالعادة بينهم وما بين الأورليستات علشان ايه؟ علشان ما يحصلش دي كريز او هايبو فيتامينوزيس من فيتامين دي تحديدا طيب الكلام ده مهم جدا في الأورليستات ايه كمان من بيشينت كاونسلينج المفروض نقوله؟ المفروض نقول للمريض انه لو حسيت با ستول ارجنسي او الرغبة السريعة في التبرز ما تلاقش ده من الأعراض الجانبية الطبيعية لوجود الدهون زي ما هي في الستول فده ممكن يعمل حاجة اسمها فاتي ستول او استياتورية استياتورية يعني ديارية وفيها شوية دهون في الأورليستات ممكن نلاقيه في أدوية زي بنفس الاسم زي أورليستات او شركة ايبا منازلها باسم أورلي او بعض الأدوية التانية زي ايزي سلم وفاتلوس وده من انتك شركة العبور هو الأرخص على فكرة بين الأدوية دي وفي أورلي سمارت وفيه سلم سيف وفيه الدواء الشهير طبعا زينيكال يهمي يقول معلومتين مهمين جدا في الآخر ان بلاش نديه للناس اللي عندهم هاستوري من يوروليثيازيس او كدني ستونس كدني ستونس كالسام اوكزاليت تحديدا لانه ده ممكن يضرهم اكتر كده اللي بقى احنا الحمد لله والشكر لله خلصنا كلام النهاردة على الأورليستات نتقابل على خير في لقاءات قادمة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر